عيسى أبى على بطرس الحواري الأكبر حين استلّى خنجره أو سيفه أن يُدافع عنه قال لا ألقي سيفك من سلّى السيف فبالسيف يكون موته حين يستفع على هذا؟ لا 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 أيضاً هذا ليس بالفكر في شيء الراهبة والفيلسوفة والمؤرخة الشهيرة كارن أرمسترونغ تقول لا الفرق واضح جداً جداً عيسى عاش فترة الباكس رومانا السلام الروماني هناك إمبراطورية قوية تضع يدها على مقاليد الأمور تمسك بأزمتها كانت تحفى على الأقل ماذا؟ السلام للرعاية للناس قانون ومحاكم وقضاء سلطة حقيقية ليس على منفلت ليس على متأبد لذلك لم يكن عيسى مدعوًا على الإطلاق أن يفكر في إنشاء نظام سياسي ولا دولة ولا أن يعمل ميليشيا فضلاً عن جيش يحارب به من أجل نشر أفكاره هذا كلام المسترونغ شوف التفكير هذه مسيحية راهبة أمريكية تفهم هذا؟ كانت راهبة تركت كل شيء قالت أما محمد فاضطر إلى ذلك هي تفهم هذا؟ هي متفاهمة لمحمد عليه السلام محمد العبقر النبي العبقري فعلاً مضطر إلى ذلك لماذا؟ عالم الجزيرة العربية أخي عالم متنازع عشائري قبلي القوي هي أكل الضعيف وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا هكذا محمد لو لم يفعلها لا قضي عليه وعلى أتباعي من عند آخرهم حتى بعد أن هاجر وترك لكم كل شيء ترك لكم الديار وما فيها والأموال والممتلكات لاحقوا أرادوا استئصال شعفته كان مضطراً ما كان في باكس أرابيكا ولا باكس رومانا الآن ما فيه ما فيه سلام هنا فاضطر أن يفعل هذا فهمتم؟ من هنا يقول لك موقف الإسلام من مؤسسة الحرب موقف اضطراري الإسلام ابتلي بالحرب كما ابتلي بالرق هذه مؤسسات موجودة والإسلام ابتلي بها وكان ينبغي أن يتعاطى معها لكن شذبها وهذبها ورحمنها الإسلام حرم هذا موضوع آخر حرم الحرب الشاملة وشرح تشريعات في الحرب أنا أقول لكم بعضها إلى اليوم لم تصل البشرية إلى مثلها إلى اليوم وأنا أعيما أقول لكن أين؟ فالقرون الوسطى فعل هذا شيء غريب